لسه كنا نتكلم معاكم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب وعدد كبير جدا لدون النشر والنشرين اللي موجود فيه لكن دلوقتي احنا منع لقاء خاص ولقاء قرب النسبالي مبشر جدا 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 ويطمننا ان احنا الاجيال اللي جاية وشبابنا هو شباب واعي وواعد لقائنا مع مين دلوقتي لقائنا مع مروان حاتم فاروق اصغر مؤلف في معرض الكتاب عمره 15 سنة وصاحب كتاب نادي المراهقين اللقاء نجاح كبير مروان منوارنا شكرا يعني انت سنك ما شاء الله 15 سنة فمش عارفة يعني وانا بسألك ابتدت من سنة قد ايه يعني ما شاء الله سننا 15 سنة ده يعني سن صغير قولي بقى بداية شغفك بالكتابة وشغف اكيد قبلها كان فيه شغف بالقرية حكي لك ده القصة بدأت ازاي بالضبط فعلا انا كان شغفين ابتدت بالقرية انا بحب اقرأ جدا من صوائر بحب اقرأ لدكتور رحمد خليل التوفيق مؤخرا انا لقيت فيه كتب جميلة جدا زي اتوميك هابتس وكتب كتير المؤلف بحبه جدا اسمه مورك مانسن ففيه مؤلفين كتير بحب اقرأ لهم وكتب كتير بحب اقرأ لها وانا شايف ان الكاتب الجيد لازم في الاول يبقى قارئ جيد فانا كنت بحب فلن القراءة من واحد صغير جدا انا حتى فكرا اول رواية قرأتها كانت لدكتور رحمد خليل التوفيق كان اظن اسمها الان نفتح الصندوق دي كان اول رواية قرأتها طيب كان عندي 13 سنين ساعتها انا يعني المدرسين واهلي بدوا اكتشفون انا عندي موهبة الكتابة من عندي 8-9 سنين كنت بحب اعمل موضيع تعبير احب اعمل ابحاث عن موضوعات انا باختارها بإصابة الانجليش او بالعربي وبالفعل ابتديت تأليف الكتاب بتاعي ده من الشهر 8-2021 وانتخهيت منه على 2022 وفي 2023 السنة دي هو بيشارك بمعرض القراءة الدولية للكتاب في الدورة الـ 54 وهو موجود في قاع 1-B38 طيب هل كتليك بقى تجارب قبل ده قبل نادي المراقين والله كتجارب أدبية لا هو ده اول كتاب ليه في حياتي بس انك عملت حاجات قبل كده تانية زي مثلا عملت نوتس في البيولوجي انا RG-CSE فعملت فيه احنا عندنا في الـ RG يعني مش بقى ساينس كله مع بعضه عند البيولوجي الوحدة والفيزيكس الوحدة وكمسي الوحدة وكده العلوم ما بتبقاش يعني مجمع كل مادة منفصلة فعلا نعم فانا عملت انا بحاجة البيولوجي جدا عشان بابايا طبيب وكافلا شايفين ادي اكتر مادة في المدرسة ممكن تميل للطب شوية فانا عملت نوتس في البيولوجي فيها سيمبلفاير نوتس باسمي مذكرات مذكرات نعم فيها بقى ستودي تيبس ونوتس وصامريز وكده وبالفعل كنت ببقىها لأصحابي وفيه شوية كنت بقى جاهلهم بفور فري بسانا يعني دي كتن اعمال الغير الأدبية قبل الكتاب بتاعي مذكرات ماذا قولي فيها مذكرات ç طبيب هاليا بروان اسم الكتاب بني جدي المراهقين نعم ليه MP02 والله انا اكون حلمي نرك المراهقين اللي لهم نادي او اليهم جروب كبير بيضم المراهقين والمرهقات المتميزين والنجاحين في حياتهم في الشتل المجلاتي ما مثلا للي الشرط kepada موهبة ذاهم موهبة في الكتابة ممكن يكون مراهقة والمرهقة عندهم مواهب تانية مثلا في الاختراعات والابتكارات في الرسم في الكتابة ممكن في الشعر في حاجة كتير جدا في صوت غناء في الغناء في مواهب كتير متعددة ممكن المراهقين والمراهقات يبدأوا أن هما ينموها من دلوقتي ويكتشفوا مواهبهم وينموا مهاراتهم ويبدأوا يتبوروا من قدراتهم واحدة واحدة وممكن كمان بعد كده لأي ترؤون يخلوها مثلا يعني ده يبقى passion بتاعهم أن هما يعملوا كثير فيه يعني الكتاب في ايه أنا دلوقتي هقرأ الكتاب بتاع نادي مراهقين لمروان حاتن فاروق هلأيي بقى فأنت كنت لسه منتكلم أنا وانت قبل الهوى أستمتري الكتاب كده ايه ودولي تاني بالفعل هو ده الكتاب هو تتابع الهوى هو اوكي اسمه نادي مراهقين الأكثر نجاحا هو مقسمة لأربع أجزاء الجزء الأول هو الإعداد ولحب نعدي فيه القارئ اللي ما هو قادم في الكتاب يعني فيه خطوات وعادات في الكتاب أنا شايف كاميروان هي بتساعد المراهقين والمراهقات النهاردة من سن مثلا 12 إلى 18 أو 20 سنة أو 20 مش مراهقين أو شباب شوية بس يعني 19 نعم أو حتى في الإنجليش تينايجور تتطلق على المراهقين من 13 إلى 19 بالزبط علشان في آخر كل كلمة من دول فيه تين بالزبط فهو الكتاب فيه أربع أجزاء ويتقسم إلى ثلاث خطوات الخطوة الأولى تعلم كيف تحل مشكلك بنفسك إزاي كيف أول حاجة أول حاجة يعني بالنسبة لمراهقين لازم بيقى مبادرين وإيجابيين يعني لازم أول ممكن يكون عندك مشكلة أنا هعمل إيه إيه أنا عادي إيه قدر لازم إيه أنا هعمل إيه في الموضوع مدرش أعمل حاجة ده غلط لازم الواحد يبدأ يبادر ويبقى يكون إيجابي عشان يقدر يحل مشكله بنفسه مروان كنا نتكلم قبل الفاصل نتكلم على فصول الكتاب نعم وكان أولها وزي ما قلت لي كام داون في الأول وأبدأ أبادر ألاقي حلول المشكلة بشكل كده كرييتف شوية ممكن أخرج أفكر برسطندوق شوية لو ممكن فيه حاجات مشكلة دماغي مثلا لقيت أن أنا مش عارف ألاقي الحل المناسب ممكن أبدأ أفكر برسطندوق شوية طب أنا أقول تبليده بيحصل فألاقي ليه الإجابات المعينة الموضوع لما حتى تبدأ تفكر فيه هتلاقي إن فيه إجابات فجأة بتظهر لك الحاجة دي هتساعدك جدا في طريقك الخطوة الأولى دي بتساعد المراهقين والمراهقات على حل مشاكلهم الاجتماعية والنفسية والعائلية وكل واحدة مقسمة اللي بند خاص بيها يعني المشاكل النفسية مع الوحدها المشاكل مع الأصدقاء الوحدها مع الأغراض حتى فكل حاجة مقسمة لبند بتاعها الخطوة الثانية اكتشف نفسك بتعلم المراهقين إزاي يكتشفوا مواهبهم وينموا مهاراتهم ويتوروا من قدراتهم إزاي يكونوا منتجين في يومهم إزاي يفولوا دير باشن ويكونوا عندهم يعني قدرة إبداعية أن هما يبقى ليهم قدرة إبداعية أن هما ينتجوا أكتر في حياتهم وفي يومهم الخطوة دي ننصحها اسمي فايفوريت يعني اللي هي مفضلة لك نعم مفضلة لك مفضلة لك بفعل لأنها يعني أكتر واحدة كده فيها إيه مسلية شوية وممتعة في القراءة وأنا أكتر والخطوة الأخيرة اللي يجب أن نسيه حاجة أقولها مهمة جدا هو الكتاب مقسم إلى ثلاث خطوات دول أول خطوتين والخطوتين الأوليتين الأولين الأولاتين الأولاتين بالزبط دول هم تحت بند اسمه النجاح الخاص اللي هم حين يبدأ فيه بنفسنا من جوه البرا مش من برا الجوه يمكن أن يطور نفسنا لأول بعدين عشان كنا نقدر ننجح للخارج يعني فيه مثلا دولتي مراهق يقول لك أنا عاوز إيه وزيجيب بقى أي عباد أحلامي كده مش عارف إيه وأسافر برا والله مش مراهق يا مراهق مش مراهقين يا مراهق تفاهم غلط طيب مراهق مراهق نحن نتكلم قبل الفصل تكلمتني عن أول خطوتين في الكتاب فيه خطوة ثالثة نقصة أي؟ نعم استعد للنجاح عمليا دي الخطوة بقى اللي بتساعد المراهقين ومراهقات في النجاح عمليا في حياتهم فيه حاجات كتير جدا حاطيتها في الكتاب زيان هما زي حطوا أولواتهم أولا وزي يقدروا يعملوا الليست يعني زي يقدروا ينظموا وقتهم وزي يقدروا حتى يكسبوا المال في سن مراهقة فيه أنا اخترت مجالات كرييتف جدا ومتمثلش أي خطورة بدنية على المراهقين يقدروا يشتغلوها من سن صغير ويجيبوا من خلالها فلوس أنا مقدرش أوعد الناس ان هما ممكن يجيبوا فلوس كتير من أول تجربة لهم ولكن أنا أقدر أوعدوا من هما كتير وتجارب كتير ودروس كتير في حياتهم من جرد العمل في حاجات زي كده خطورة مجالات زي مثلا البرمجة الرسم الكتابة إلقاء الشعر الاختراعات والابتكارات أنا عن نفسي مثلا زمان كنت بحب أعمل ابتكارات واختراعات مع نفسي بس للأسف كانت معظمها إما ما بتحققش عشان تكلفتها عالية جدا أو علشان خطورة مجالاتش يعني غير قابلة لأنها تطبق عملية بس يعني فيه مجالات كتير جدا أنا ذات نفسي طريق خبرتي أنا نصحت به المراهقين هما ممكن يشتغلوا فيها أنا سعيدة جدا موضوع عن طريق خبرتي أنا أنا حقيقي سعيدة به جدا ما شاء الله يا مروان طيب أنا دلوقتي يعني حاسن أنت فصول الكتاب مش شرط المراهقين يقرواها بجد لو حد حابب أنه يعني يقرأ أكتر زي ما تبتقول يا اكتشف ذاته ممكن لا يقرأ الكتاب أنا دلوقتي روحت اشتريات الكتاب أنا هستفيد إيه من الكتاب مفروض أخرج منه بإيه تمام نخص الكتاب في خطواته الثلاثة هنقدر نقول الكتاب يخليك شخص إيجابي شخص مبادر شخص إزاي تقرأ تكتشف مواهبك تنمي مهاراتك إزاي تقرأ تكسب المال من طريق مجالات اللي أنا سأقيلها دلوقتي دي إزاي تقدر أنك تضع الأولويات أولا وإزاي حاجة كتير جدا أنا مش هزح لقى الكتاب كله بس دي أبرز الحاجات طب أقول يعني لو حد بيسمعنا دلوقتي بيسمعونه يقوله طب أنت تعلمت الحاجات دي ازاي تعلمتها فيه والله أنا جازم أقوله حاك أنا كان شغفي في الكتابة من وانا صغير جدا أنا كن دايما بشوف مراهقين ومراهقات نجحين ومتميزين على السوشيال ميديا على الانترنت كن دايما بسأل نفسي إيه اللي يطرى العادات أو الخطوات اللي هما ممكن يكونوا تتبعوها عشان يوصلوا لنجاح حمد السجل صغير فبالفعل أدات أقرأ لكتب كتير مثلا زي آتوميك هابتس وكتب لمارك مانسن وكتب يعني مثلا شين كوفي وستيفن آر كوفي كان بيعملوا كتب حلوة جدا دي كتب يعني بشكل عام متعليقة أكتر بالتشارف الذات بالضبط التلمية الذاتية وتلمية بشارية الحاجة اللي عليها راقب كده فقلت أن أقرأ الحاجات دي وأدخل برضو على يوتيوب عمل سيرتش على حاجة الموضوعات والمحتوى اللي أنا أكتبه وعشان بعدي المؤهل الثقافي والفكري نعمل الكتاب وبالفعل لما كان عندي المؤهلات دي بدأت تبقى تأليف الكتاب وانتهيت فعلا تأليفه في 2022 طيب مروان يعني برضو خلينا نروح المصداقية والشفافية حليت مشاكلك أكيد قبلتك مشاكل نعم عرفتت حلها حسب النظريات اللي أنت حطيتها في الكتاب نعم فعلا معظم مساكلة المشاكل عرفت حلها الحمد لله ولكن كلنا كبشر بنغلط وكلنا كبشر بنتكب أخطاء كلنا بنقع في مشاكل فمش شرط أنا حتى ما مستحش المرهيقين هم لازم أي مشكلة يوجهها يحلوها في مشاكل تبقى خارج دقائية التحكم بتاعتنا طبعا في حاجة قدرية بالضبط يعني مثلا في مشاكل ممكن يعني في حاجات تخارج دقائية التحكم زي مثلا لون البشرة الوالدين القدر حاجات تخارج دقائية التحكم حاجات تبقى في داخل دقائية التحكم بتاعتنا مثلا ممكن التواصل الاجتماعي التعاون مع الناس إزاي نقدر نحن نكتسب علاقات صداقة نجاحة وطويلة المدى الحاجات دي كلها داخل دائرة التحكم بتاعتنا نقدر إحنا نتحكم فيها فهو على حسب الحاجات دي أنت أولا نتقسمها سواء هي بند ما أقدرش أتحكم فيه ولا أنا أقدر أتحكم فيه لو أنا أقدر أتتحكم فيه بقى الموضوع التي هي المسؤولية بتاعتك بالضبط فأنا المسؤولية بتاعته هنا بقى أن أكون شخص إيجابي ومبادر وأسعى لإيجاد حلول المشاكل المعينة دي أنا شايفة ولدتك هنا معنا في الستوديو الحقيقة ويعني أنا وأنا أتكلم معك أنا فخورة بيك الحقيقة أنا متخيلة ما شاء الله ما ده يعادة فخراها بيك والحقيقة أنت تشرف يا مروان ومتربق لك بمستقبل كبير جدا وواعد جدا مش عشان بس أنت أصغر كاتب ومؤلف في معرض القاهرة الدولية كتاب ولكن حتى طريقتك أسلوبك في الحوار وأسلوبك في النقاش الحقيقة راقي جدا أسلوب شخص فعلا متقف عندك معلومات عندك شغف ودي حاجة مهمة جدا فأنا سعيدة بيك وأعتقد هيتكون لنا لقاءات تانية كتير في نجاحات تانية أكتر يا مروان نور تاني والله خلاحك شكرا شكرا شكرا